ألقت إحدى الداعيات محاضرة في مسجد شهير وكانت المحاضرة عن فضل الصدقة فإنها تفرج الهموم والكروبات وتزيل الأزمات ووضحت مدى تأثيرها الطيبة على المتصدق والمتصدق عليه وقد استطاعت هذه الداعية بإيمانها وإخلاصها في كل كلمة تقولها أن تؤثر على قلوب الحاضرات قبل عقولهن وبعد انتهاء المحاضرة قامت الحاضرات بالتبرع بما هو موجود معهن من نقود أو حلي وغير ذلك ثم جاءت إحدى الحاضرات وأعطت الداعية عقدا من الذهب كانت تلبسه ولأن العقد كان ثمينا جدا ومليئا بالألماس رفضت هذه الداعية أن تأخذه لكن السيدة صاحبة العقد أصرت عليها أن تأخذه وقالت الداعية هذا العقد غال علي بالفعل ولكن لن أبخل به في سبيل الله ومع إصرار السيدة أخذت الداعية العقد الثمين منها ثم ذهبت به مع مجموعة المجوهرات التي أخذتها من المتبرعات لأحد محلات الذهب لبيعه والتصدق بثمنه فقال لها الصائغ يجب أن نزيل الفصوص وهي الأحجار التي يزينون بها المجوهرات ثم بعدها يزين الذهب ويقدر ثمنه وعندما انتهى من نزع فصوص عقد السيدة وجد شيئا غريبا لقد وجد شعرا وأظافر تحت الفصوص ثم قدم هذه الأشياء للداعية لتراها بنفسها فلما رأت الأظافر والشعر فهمت أن سحرا مؤذيا خلف ذلك واشتاقت لمعرفة قصة هذه السيدة وفي الأسبوع التالي في موعد المحاضرة حضرت صاحبة العقد وبعد انتهاء المحاضرة أتت هي للداعية وقالت لها وهي في سعادة كبيرة لقد شعرت بارتياح كبير بعد الصدقة التي تصدقت بها ابتسمت الداعية ثم قدمت الشعر والأظافر للسيدة وأخبرتها كيف وجدتها فقالت السيدة هل تصدقين أنني منذ خمسة عشر عاما أعيش مع زوجي وأولادي كالأغراب لا علاقة بيني وبينهم وعندما تصدقت بالعقد فجأة عادت الأمور كما كانت واجتمعنا لأول مرة على سفرة واحدة وعادت العلاقة الزوجية بيني وبين زوجي وكأن شيئا لم يكن وأن هذا العقد كان هدية من أعز صديقاتي وهي في نفس الوقت ابنة عم زوجي أصيبت الداعية بدهشة كبيرة فلم تصدق أبدا أن الحقد والحسد والغل يجعلون الأقارب يقومون بهذا السحر العين ثم قالت السيدة حسبي الله ونعم الوكيل لقد عرفت الآن لماذا يقولون احذر عدوك مرة وصديقك ألف مرة إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نطربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الويب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيم العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشرفون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم لم تتخيل سالي الطالبة الجامعية أنها ستصبح من المترددين على محاكم الأسرة فقد ارتبطت بقصة حب مع شاب يدرس معها في إحدى الجامعات الخاصة وظلت علاقتها به تزداد إلى أن سافرت معه في إحدى المرات إلى العين السخنة وأخبرت أسرتها أنها في رحلة تابعة للجامعة ورغم اعتراض أخيها الأكبر على سفرها وأخبرها بأن سفرها لا يجوز بدون محرم وأنه حرام شرعا إلا أن تساهل والديها معها جعلها تسافر وفي تلك الرحلة تم زواجها العرفي بصديقها الذي أسمعها كلامه المعسول وجعلها تضعف معه وتخطئ في حق نفسها وأسرتها وتوقع هي وصديقها على ورقة من كشكول وتسلم بعدها نفسها له ومن بعدها تصبح لعبة في يد صديقها وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها بعد أيام من زواجها العرفي دون علم أسرتها فوجئت بشقيقها الأكبر يأتي إليها مبتسما والفرحة تملأ وجهه ويخبرها أن ابن عمها وزميله في العمل فاتحه برغبته في الزواج منها وأخبرها أنه سعد جدا بهذا الخبر لما يتمتع به ابن العم من أخلاق كريمة ومن التزامه الديني وتمنى شقيقها منها أن توافق ولا تضيع هذه الفرصة اعتذرت سالي لشقيقها وأخبرته بأنها لا تفكر في الزواج إلا بعد أن تنتهي من دراستها فتقبل شقيقها الأمر ولم يبين حزنه لها وغضبه من قرارها خاصة وأن رحلة دراستها ستنتهي بعد أشهر قليلة وبعد انتهاء العام الدراسي طلبت سالي من صديقها والذي تزوجها عرفيا أن يتقدم لها رسميا ليخفف عنها ضغوط أسرتها كلما تقدم لها عريس ولكن صديقها رفض وأخبرها بأنه سيسافر إلى أوروبا ثم قام بتطليقها في هذا اليوم حاولت سالي الانتحار بابتلاع كمية كبيرة من الأقراص ولكن تم إنقاذها داخل المستشفى وعند عودتها للبيت لم تجد سالي أمامها سوى إخبار أسرتها بزواجها ثم طلاقها وندمها على خطأها في حقهم وعندما علم ابن عمها بما حدث قال لشقيقها سأستخير الله في أمر شقيقتك وإن شرح الله صدري سأتقدم لها في أقرب وقت يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون الساحر التائب قصة داود الساحر التائب تكشف عن أن رحمة الله واسعة وأنه سبحانه واسع المغفرة وأن الله هو خير حافظة وأن الحديث عن الشياطين والجن أمام قدرة الله مجرد هراء وأن ما يضر الإنسان أو ينفعه ما هو إلا ما أراده الله يقول داود عشت مع الشياطين ثمانية عشر عاما مارست خلالها كل أنواع السحر كانت البداية عندما غابت العقيدة عن المنزل وبيت الأسرة فوالدي كان ساحرا وعندما أصبح والدي مسنا كنت البديل له ومع ضعف العقيدة والإيمان دخلت عالم شياطين السحر لتكون أكبر رحلة من المعاصي لقد كنت أختلي بنفسي في كهف في الصحراء مع الشياطين لقد مكثت داخل قبر لمدة خمسة عشر يوما لأنال والعياذ بالله شرف تنصيبي لقب ساحر وفقدت بهذا اللقب إنسانيتي وكنت أظن أنني لن أموت بعد رحلة تنصيبي ذهبت إلى السعودية لمدة ثلاث سنوات مارست فيها كل أنواع السحر والنصب وعدت بعدها إلى بلدي مشهورا يقول الناس بأنني أكبر ساحر وفي إحدى الليالي دخل علي شاب ملتزم حذرني من غضب الله وقال إن السحر كفر لكني لم أستجب له ولم أهتم بكلامه بعد ذلك قرأ آية الكرسي فشعرت أن الشياطين الذين مثلي هربوا بعيدا عني ودخل الخنجر الذي أمارس به السحر جسدي لأدخل بعدها المستشفى لمدة ثلاثة أشهر وبعد أن شفيت حاولت الانتقام من هذا الشاب بمحاولات كثيرة ولكن كل المحاولات فشلت لإيمانه القوي أما عن توبته فيقول داود لقد جاءت توبتي من خلال رؤيا شعرت خلالها أنني أموت وتم دفني ودخولي القبر وسألتني الملائكة من ربك؟ وما هو دينك؟ وهل صليت؟ وكانت إجابتي تؤكد كفري بالله فقمت من النوم أصرخ بأعلى صوتي وبعدها بدأت أفكر فيما أفعل ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ثم ذهبت إلى الشاب الملتزم فأحسن استقبالي وساعدني على التوبة وشرح لي حديثا شريفا يبين ويثبت أن السحر كفر فاقتنعت بكلامه وذهبت إلى المسجد لأصلي بعد أن اختسلت واستبدلت ملابسي وبعد فترة عدت إلى منزلي لتبدأ معركة التوبة مع الشياطين الذين رفضوا عودتي وهددوني بالانتقام ليس في نفسي بل في أولادي وأهلي واخترت طريق التوبة وظلت الشياطين تحاربني في أولادي حتى أصبحنا في خطر شديد وبفضل سورة البقرة والأذكار وكثرة تلاوة القرآن في المنزل زال الخطر وتمسكت بتوبة إلى الله ونجحت وبحمد الله في توبة ثمانية وخمسين ساحرة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون تزوجت فتاة زواجا تقليديا أي كما يقولون بدون قصة حب بينها وبين زوجها قبل عقد القرآن وأنجبت طفلا جميلا وكان زوجها دائما لانشغال في العمل ليكسب رزقه ورزق أسرته وقد فكرت الزوجة أن تساعد زوجها فطلبت منه شراء جهاز كومبيوتر للمنزل لتتدرب على برنامج الكتابة ليمكنها من العمل كسكرتيرة في إحدى الشركات ثم اقترحت على زوجها إدخال الإنترنت لتوفر عليه ثمن المكالمات الهاتفية وتكاليفها الباهضة بينها وبين أسرتها الموجودة خارج البلاد فوافق الزوج ونظرا لانشغال الزوج الدائم وجدت الزوجة في الإنترنت وسيلة للتسلية فكل يوم تتعرف على شخصية جديدة من بلد مختلفة وتوضتت علاقاتها بشخص تقول أنها أحبته كثيرا لدرجة أنها أصبحت دائمة الانتظار لخروج زوجها لتتمكن من مكالمته على الإنترنت عن طريق الفيسبوك واستمر الحال لمدة طويلة وفي أحد الأيام وأثناء إحدى المكالمات دخل زوجها للبيت في وقت مبكر عن الموعد المعتاد لحضوره فارتبكت الزوجة وقرأ الزوج الرسائل على برنامج الدردشة ففوجئ بعبارات غير أخلاقية كتبها ذلك الشاب المجهول لزوجته وأنه يحرضها لترك زوجها زعما منه بأنه يرغب في الزواج منها ليكمل حياته معها لأنه لا يستطيع العيش بدونها كما قرأ أيضا ردودا متجاوبة من زوجته وسعادة بهذا الحديث وهذا التواصل في هذا الوقت لم تجد الزوجة أمامها إلا الاعتراف لزوجها بأنها ترفض الحياة معه لأنها على علاقة حب بهذا الشاب فما كان من الزوج إلا أنه طلق زوجته ورفض أن يعيش الإبن معها وعندما علم الشاب الذي كان يحدث الزوجة عبر الفيسبوك بطلاق الزوجة من زوجها اختفى تماما وتهدم البيت وضاعت حياة أسرة بأكملها بسبب الإنترنت والقصة الوهمية التي عاشتها الزوجة المخدوعة وقد عادت الزوجة وطلبت من زوجها أن يسامحها فلم يوافق الزوج على إعادتها لأصمته لأنه لم يعد يثق فيها نهائيا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَالْتَنْظُرْ نَفْسُمْ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نطربها للناس لعلهم يتفكرون